من وقت إلى آخر تشهد جبهة حرض وميدي تبادل قصف مدفعي بين الجيش الوطني وماليشيا الحوثي وصالح كما تتواصل المواجهة لكن بشكل متقطع إلى أقرب نقطة من الجمارك القديم وصلت كاميرا بالقيس حيث تدور فيه وحوله معارك عنفة منذ أيام والواضح حتى الآن أنها لم تحسن بعد بشكل كامل لصالح أي من الطرفين يرابط أفراد الجيش الوطني على بعد أمتار من مباني الجمارك القديم حيث يتمركز خلفها قناصة الماليشيا بيد أن العزيمة تحمل مقاتلية الجيش الوطني إلى هم أكبر وطموح أبعد من إنجاز هذه المعركة بينما تتواصل الاشتباكات على الأرض يواصل طيران التحالف غاراته على مواقع ومعسكرات الماليشيا وتعزيزاتهم إذ تحدث مصدر عسكري بالمنطقة الخامسة أن غارات التحالف خلال الأيام الماضية ألحقت خسائر كبيرة في صفوف الماليشيا ودمرت عددا من آلياتها ومخازن أسلحة في مدينة حرض والمديريات المجاورة لها في محافظة حجة